هذا السؤال المتكرر دائما عن حكم الدجاج المستورد والجواب للحوم المستوردة من بلاد الغرب ليست مذكاتا فالغرب لم يعد يهتم بالذكات والشركات المنتجة لا يشتغل فيها اليهود والنصارى وإنما توظف العمالة الرخيصة الآتية من شرق آسيا ومن إفريقيا من غير المسلمين ومن غير النصارى ومن غير اليهود فيعمل فيها الهندوس والبوذيون والسيخ واللادينيون وإذا كان فيها عامل واحد من هؤلاء واختلطت ذكاته بذكات مسلمين أو بذكات نصرانيين أو يهوديين حرم الجميع فلذلك ليست هذه اللحوم من طعام أهل الكتاب أبدا إلا ما عرف أنه مستورد من شركة يهودية أهلها يباشرون الذبح على طريقة اليهود أو من شركة نصرانية أهلها يباشرون الذبح على طريقة النصارى أو من شركة لا يعمل في تذكية لها إلا المسلمون ويذكون على الوجه الشرعي ليس بالصعق الكهرباء الذي يموت به الدجاج قبل ذبحه في كثير من الأحيان فيختلط المذكاء بغير المذكاء فهذه هي الأمور المحذورة شرعا ولذلك لا بد من الحذر منه فهو جيفة نجس لا يبعه ولا شراؤه ولا أكله وهو مبطل للصلاة ومثل غيره من الأنجاز كلها ترجمة نانسي قنع